تحاول عبير ترتيب غرفتها لكن بات من الصعب عليها أن ترتب حياتها قتل المسلحون أخاها وأباها مؤخرا في منزلهم بشمال سيناء تعتقد عبير أنهم باتوا هدفا لأنهم أقباط فرات هي وأمها نبيلة خوفا على حياة من تبقى من الأسرة تقيمان الآن في نزل حكومي بمدينة الإسماعيلية لكن لا تزال الذكريات المؤلمة تلاحقهما دخلوا اتنين ملسمين بالليل خطبطوا تخبيط جامد مفزع وفتح لهم ابني رحوا ضربينه برصاصة في قرطه وقعوه طلعوني أنا برا ودخلوا الجوزي ضربوا رصاصتين ده بقى وراحوا بعد كده رحوا مولعين نار في البيت تقول عبير أن أقباط سيناء يعيشون تحت تهديد دائم أنا بقى لي ثلاث سنين بالضبط ما بطلعش بره ولا بفتح شبابيك ولا بلكونات ولا ولادي بيشوفوا الشارع هو على قد المدرسة جوزي بيأخذهم يوديهم المدرسة ويجبهم أكثر من مائة أسرة قبطية لجأت إلى الإسماعيلية خلال الأيام الأخيرة جاء هروبهم من سيناء تزامنا مع تصعيد الهجمات ضدهم بعد أن تعهد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية باستهدافهم وصلت هذه العائلات قبل ساعات قليلة سيبقى هؤلاء في هذه الكنيسة حتى يتم توفير مساكن مناسبة لهم لا يعلمون إلى متى ستطول إقامتهم هنا في الإسماعيلية ويتساءلون إذا كان بإمكانهم أن يعودوا إلى ديارهم في أي وقت قريب يخبرني عادل أن الرحيل عن شمال سيناء أصبح أمرا معقدا وسع المنشورات للسواجين قال لي لا يشيل واحد جطة هنتبعه زي على ما الله ماشينا من زي من هنا اللي أقول الكليفيا بالشنطة شاعدين ولحد جدي ركبنا من قوافة بعين الأقباط النازحون إلى الإسماعيلية هم جزء من مشكلة النشاط المسلح المنتشر في سيناء منذ عدة سنوات بينما تؤكد الدولة استمرارها في محاربة الإرهاب اللي بيحدث الآن هو محاولات آخيرة يائسة من طرف مظاهر هزمته وضعت وبانت أنا باعتبارها بداية النهاية بالنسبة له لأنه لو كان يقدر على مواجهة من يواجهه كان استمر في هذا فهو بدأ يدور على جانب آخر ويستهدف مدنيين ويستهدف عزل يصلون طلباً للرحمة من أجل من فقدوا حياتهم ومن هجروا منازلهم يتملكهم الخوف بشأن مستقبلهم ويشعرون بالأسى على مصير منطقة باتت مرتعاً للمسلحين سالي نبيل بي بي سي الإسماعيلية